بعد جلسة عاصفة امتدت لما بعد منتصف الليل اعتمد مجلس النواب العراقية نصف حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعدما وافق على 14 وزيرا من اصل 22 جلسة شهدت تأجيلا لمدة نصف ساعة بعد تهديدات بالانسحاب من بعض الكتل واخرى بعدم التصويت على بعض الوزراء لاسباب سياسية او حزبية وكان من ابرز من تم استبعادهم من الترشيح لتمرير تشكيلة الحكومة فالح الفياض رئيس جهاز الامن الوطني المقال ورئيس هيئة الحشد الشعبي السابق المرشح لمنصب وزير الداخلية وقصي السهيل المرشح لوزارة التعليم العالي بعد اعتراض تحالف سائرون وتم تأجيل البت بشأنهما الى جانب مرشح وزارات الثقافة والتربية والعدل والتخطيط والهجرة الى جلسة السادس من نوفمبر المقبل وفي خطوة تمثل مؤشرا ايجابيا لاقليم كردستان الذي يعيش ازمة اقتصادية حادة بسبب الخلافات بين بغداد واربيل تمت الموافقة على فؤاد حسين مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية ليكون وزيرا للمالية وهو شخصية مقربة من زعيم الحزب مسعود برزاني غير ان عبد المهدي فتح جبهة من نواب البصرة لعدم تلبيته مطالبهم بتعيين وزيري النقل والنفط من ابناء المحافظة ما قد يهدد بتفاقم حدة الاحتجاجات والغضب الشعبي وفي صدمة لمن كان يطمع في تولي مناصب عليا غير وزارية الغى عبد المهدي منصب نواب رئيس الوزراء الذي كان متبعا في الحكومات السابقة فضلا عن الغاء العمل بنظام الوكالة خلال ستة اشهر وبعد اتمام منح الثقة من قبل مئتين وعشرين نائبا من اصل ثلاثمائة وتسعة وعشرين هم عدد اعضاء البرلمان ادى عدل عبد المهدي اليمين الدستورية لوصفه رئيس الحكومة السادسة في العراق بعد عام الفين وثلاثة كما نال برنامجه الحكومي موافقة المجلس ليتسلم عبد المهدي من سلفه حيدر لعبادي في مراسم رسمية منصبه الجديد والحقائب الوزارية لتبدأ الحكومة الجديدة اولى اجتماعاتها لتحديد مهامها امام تحديات جسام تتمثل في اعادة الاعمار بعد ثلاث سنوات من محاربة تنظيم داعش وتحسين الخدمات الاساسية التي فجر تدهورها احتجاجات دامية في الجنوب وموصلة الجهود من اجل تأمين استقرار الاوضاع الامنية بالبلاد لبرنامجهنا الرياض شهاب شعلين